أعتقد الشيء عن قسمه إلى ثلاثة أقسام الإطار التنسيقي في جهة المستقلين في جهة وسيد مقتدى في جهة فتح راح توية الإطار التنسيقي صعوبة الموقف هو عملية التوائم ما بين التيار وبين دورة القانون طيب صعب الاتلاف صعب والأمور الأخرى صعب ما صارت مشاركة سابقا وكذلك مشت الأمور طبيعية أعتقد أن الأغلبية السياسية أفضل حل في هذه المرحلة يعني أن ترجعونا إلى المحاصصة وترجعونا إلى التوافقية وترجعونا هذا إلى ست وزراء وهذا إلى وزيرين من يلوح للأغلبية هو تيار الصدري يلوح للأغلبية السياسية ونادى به نور المالكي 2018 وثمانطعش أسس كل لماذا الاعتراض علينا الآن؟ اعتراض نخسر نخسر وزارات نخسر بور نخسر سفراء نخسر مناصب شاهية البتش ليس على الإمام الحسين سلام الله عليه على الهريسة طيب أرجع للمادة 45 دكتور ماجد أرجعونا أرضها وضحها أكثر هي ألغت ما يسمى دعنا نقول بالكتلة النيابية الأكثر أو الأكبر يا سيد الكريم لو سمحت جنابك الكريم أولا الدستور العراقي تحدث عن مفردة الأكثر عدده وبكل الأحوال المادة 45 من قانون الانتخابات هي مادة من قانون عادي طيب وبكل حال من الأحوال القانون العادي لا يخالف قانون دستوري يعرف الأستاذ وعي العبداللطيف وحتى ضيفك الكريم الدكتور لا يمكن بكل حال من الأحوال للقانون العادي أن يخالف نص دستوري لأنه أكو تدرج بالقواعد القانونية وتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور العراقي يكتسب ذات القيمة الدستورية لنفس نص المادة 76 ومن ثم هو ملزم لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية داخل الدولة هذا جانب جانب آخر المادة 45 البتة لم تتكلم عن مسألة الكتلة النيابية الأكثر عددا ومثل ما أشار الأستاذ وائل عبداللطيف هي جاءت لمعالجة نوايا بعض النواب بالانتقال قبل تشكيل الحكومة وكانت في تجربة تجربة أحتقد التأصيل التشريعي للموضوع على حد علمي أنه تجربة البناء والإصلاح من جانب وجمع التوقيعات من هذه الجهة ومن هذه الجهة وفي نواب وقعوا مع هذا التحالف ووقعوا مع هذا التحالف لذلك جاء الأساس التشريعي لهذا النص النص في صدره تكلم عن الانتقال عن انتقال النائب لا يجوز لنائب موجود أو كتلة موجودة تحت ائتلاف أم الانتقال قبل تشكيل الحكومة وهو ميز ما بين الانتقال وما بين الائتلاف في عجزه أجاز الائتلاف دون أن يؤثر ذلك على حق هذا قانون الانتخابات جانب بمصطلحين بمفهومين مفهوم القائمة المنفردة والقائمة المفتوحة فعجز النص دون أن يؤثر ذلك على حق القوائم المنفردة والقوائم المفتوحة بالائتلاف ومن ثم لا جديد لا جديد بالنسبة لقانون للمادة 45 أضافته أو قيدت نص الدستور لا يمكن لنص قانون عادي بكل حال من الأحوال أن يقيد نص دستوري ترجمة نانسي قنقر